حبايب اليوم كان عندي زيارة جداً لطيفة زيزة وسلطان وماهر وأيولة مرحبا عم أبو ماهر أهلين بأحباب قلبي تعاونوا طال حبايبي جينا لعند عم أبو ماهر الشيف في الأسطور الخارق طال نجينا ندلع بطننا فحبايبي فحبايبي عم أبو ماهر الشيف عنده القناة على اليوتيوب رح نحطركم إياها في الباير طال حبايبي الكل يروح يكتبه بتعليقات من طرف زيزة وسلطان تعالوا شوفي الأكل شو الأكل تعالوا نعمل أسود يلا تعالوا يلا يا بسم الله مرحبا إخواتي حبايب هذي الأكل هكي لكم بتعرفوها هلأ منعرف شو هي شوية لحمة نعمة لحصب الطلب حطي طلن فلفل أسود وملح وأنا حطيت من عندي شوية سماء ومعلقتين خل أبيض من بعد ما تبلنا اللحمة منتركونا شوية على جناب ومننعمل الصوس طبع الصندويش قال لي زيزة أنا بصادق قلت له معهندي مشكلة عطينا الباربيكيو وللتشيلي سوس وحبتين ثلاثة مايونيز يعين عليك يا شي في قد الدنيا وأنا حطيت شوية بودرة البصل وماهر حط خيارتين ثلاثة مفرومين مخللين مع ميتهم كمان هذي نفس العملية كمان قلبهم تقليبتين ثلاثة وزتهم على جناب هلأ اجا دور خبز التورتية هلأ شغله هذا كمان قلت له لي معرفته ولا الأكلة يا عزاء وعهان وهي سلطان جوعان وقلت له أعطيني خمس دقايق لعملك أحلى قددودة أخواتي من بعد ما فردنا اللحمة على الخبزة من زدت هيك من طبها بمقلاية بصينية بلا زيت بلا سمنها بس المهم ما تلزق هي المفروضة تكون الخبزة صغيرة بس الله لا يوفق للميقرس اللي عنا بالحارة ما عنده غير هدون لكوا بايتين يبعتلو مصيبة صيبوا وليش بيباد جايجوا وعاني بدت اكل قالوني عمي استعجل جعنا أنه لهم خس الجوع والله نقولون تعالك أنس وعدوني بركي منخلص على وقت شمروا عن إيديك وننزلوه والله بكونا بيها الأمور منيحة اللي يعطينا العافة هذه ما بتطول كتير عن نارها يعني دايقتين تلاتة بتستوي يعني بس تاوت اللحمة منقلبها تاخد وش الخبزة بنحط لها شوية جبنة بتدوب حبة صغيرة الجبنة منشيلة ومنقول يا بسم الله بنعمر الأضوضة وعلى حسب كل واحد وشو بيحب يعني مسأسة ممسأسة لأنا هيك شايفة كفايتة يعني مع لقتين تلاتة صوص ممتازة وشوية خس هيك وبنعمل لها نص كسرة يعني هاضي نص الضوضة بتجي حبايب هادا شكل النهائي ها هاضي هيك بتجي بس والله ريحتها بتشق القلق سمن بالله بس أنا قلت كونوش بيبات جوعاني وبدت اكل فرح شقف لهم كل واحد شقفة تصبيرا يعني لأني مراح لحق أعمل لهم كلهم فرض ضربة خطيطي معن دغرة المقلوية والصينية ها لتلكون جوعانين يلا روحوا عد وجايل الأكل يلا رقدو جيل هالأيام متفتح على كل شي يعني أنا والله ما قلت لهم شو هي الأكلة وما قلت لهم شو بدي أعملكون أكل فلما شافوا الاغراض وهيك قالوا لي هاضي توكوز ممكن أنا من شهرين لحتى تعرفت شو هي هاضي الأكلة لأنه نحن لما كنا صغار كنا نروح نشتري علبة البونفريت هاضي البطاطا والولتوم والكتشا لعما نحس حالنا ملوك لك كنا نطير من الفرحة توكوز مين والناس نايمين هاضي يا سيدي بعد شهر ونص شهرين يعني هلأ الناس بتاكلوا بتم بسيط حبايبو بخصوص زيزة وسلطان يعني اللي ما بيعرف مين زيزة وسلطان يروح يكتب على اليوتيوب زيزة وسلطان فبيعرف مين هنه الشبابات الحلوين وإذا بدكم فينكم تسألون هنيك يعني معقول الأكل مطيب وأنا ها تعطى ميني حبة شو هاضي يا لطيف يا لطيف إذا ما فستو يا شباب أقسم بالله شغلة على العالم نوع ونص وأنا عم جهز الأكلة وطار الصحون بخمسة دقائق إن شاء الله ألف صحة وميد هنا ترجمة نانسي قنقر